موسيقى أريد أني تكمل بقى اللي احنا عملناه باللوقتي ايه فايدة ان احنا نعمله سابروتين لو في حاجة احنا بنستخدمه كثير فالأحسن ان احنا نعمله سابروتين بدلا ما نعد كل شيء نكتب الكود مره و 3 نفترض ان احنا عارفين ان 48 ده اسكي بتاع 0 فالاسكي بتاع 048 نفترض ان احنا كنا عارزين نكتب الحروف من اللي هي ABC وما 6466667 هل هنكتب الكود ده 3 مره و 4 لا وفيه طريقة احسن احنا قلنا ممكن 65 كده احنا كتبنا ال A B نعمل load A 66 ونعمل jsub write كده كتبنا ال B load A 67 jsub write كده كتبنا c بعد كا احنا قلنا هنعمل jump exit في الاخر خالص بعد ما نخلص فهذه كانت اخر instruction احنا كنا كدبنها نقوم عاملين jump على exit وخلاص كده ماشي دول comment ما فيش منهم اي مشكلة اهم حاجة ما نسفش ولا store فاضية ولا spaces فاضية نعمل save نروح ال FPC ونعمل assembly successfully assembled نأخذ ال object file نروح عند seek paste copy and replace ماشي ده اس 3 ده احنا كنا نستخدمه لل input كنا نحط الارقام فيه طيب نفترض ان احنا دلوقتي احنا بنطلع output هل محتاجين نحط output device لا هو هيطلع ال واحدة هنروح نسيميلات الكود اول حاجة ندوس F5 عشان نلودي ال program ماشي نقال له 3 عشان نمشي step by step ونبتد من 1000 كل مره اول مره اعمل loading في ال A ب 41 41 hexa يعني اللي هي 416 46 65 اللي هي الاسكي بتاع ال A jsub jump equal test device خلص وعمل load A40 tool اللي هي ال B بعد كده هنا ب test device jump equal write device rsub كتب ال B load A بال C jsub test device test 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 بعد كده سيقوم كاتب وارصب كده خلص كده jump jump وكده خلص run time error دلوقتي بقى حتى ده مهمة قوي عشان لما اغلب الناس او الناس كتير يعني لما ال output device مش بيكتب متبقى ده ممشكلة بعد كده تطلع run time error لا نقفل من هنا لا هل قم هل قم تطلع enter رجعنا ال main menu مكتوب هنا press escape to quit فهل قم تطلع escape مكتوب enter program وتطلع enter كده مفروض هو كتب وعنصراح ما كنت اشعرف المعلومات دي بس قل لي عليها عشان حققا الحق ومشعرف ايه و بلاجياريزم وابتاع فهو طريق ابو سيد انه في الضحال هذا DEV-05 و مكتوب فيه A-B-C فقط أظن أن هذه هي أهم شيء لكي مضوع الـ Output Devices و المشاكل اللي فيه هذا كل شيء للتطوريج و إن شاء الله نرى كله فيه تطوريج الثاني